لكن أنا بس عايز أقول هنا لما كنا بنتكلم في الأثناء العرض بتاع السيدة وزارة الصحة على موضوع الإنجاب وتأثيره وكمان الدكتورة وزارة التخطيط بتتكلم على التجارب الآخرين ونتعيجهم أنا عايز أقول لكم آسا إحنا كلنا بدأنا سنة الستين لكن إحنا ما وصلناش أبدا على مدار حتى الفترات اللي انخفضنا فيها بنفس المعدلات اللي انخفضت بها الدول التانية الدليل إحنا في أقل في أفضل حالتنا كان 3 و 3 سنة 2000 مش كده طيب غيرنا كان فيه غيرنا كان واحد ونص واثنين واحد من عشر واثنين وثمانية من عشر يعني إحنا برضو ما وصلناش أبدا لمعدلات معتبرة مع الوضع في الاعتبار أن الدول اللي موجودة دي بالكامل عدد سكانها حتى الآن عدد سكانها أقل كتير مننا يعني باستثناء مثلا دولة زي إيران أفتكر هي الأكتر من باية الدول وإحنا طبعا الأكبر من الكل دلوقتي حتى السيناريو اللي الدكتورة هلم بتطلبه مننا دقاءة في تخدير سيناريو رغم أنه أمل الحكومة وجهدها فيه لكن أنا أقول لكم بطبيعة الحال أنا بحب دايما نجي أعمل يعني إجراءات ونجاح دائما في أي مستهدف بشكل غير مسبوك ولو أنتوا عايزين تعملوا للدولة المصرية ولأولادكم أنا عايز أقول لكم على حاجة هنا هو أنتوا مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا عشان تحسنوا من أحوالكم لكن المفروض أن الناس تعرف أن الأحوال ما بتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا قدراتنا الاقتصادية وقدراتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة اللي حتنفق على الحدد ده نصيب الإنسان كام وأنا أقول لكم الكلام ده قبل كده قلت دولة زي مصر تعدادها اليصل أنا لم أخرجتش عن سياق الموضوع لكن طول ما أنه ده ما تحققش أنتوا مش هتشعروا أنه فيه يعني فيه فيه انفاق حقيقي مناسب ليكم يعني لو أنا 100 مليون النهاردة أنا بقول لكم الرقم المناسب لل100 مليون هو تريليون دولار يعني كان بالجنيه المصري تقريبا 16 تريليون جنيه مش كده يا دكتورة ده الرقم اللي هو يتناسب مع عدد سكاننا طب لو الرقم ده مش موجود يبقى لازم تعرفوا أن ده حيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولن تجدوا ما تتمنوه وعشان كده لما أنا قلت مرة من سنة يمكن ولا أكتر قلت أن النمو السكاني ده أمن قومي لأنه في الآخر بيخلي الناس تبقى مش راضية وده من المواطن مش راضي هيبقى مستفز وممكن حد يحبس بعقله ويقوله أن أنت اللي أنت فيه ده هو عيب دولة هي عيب حكومة لكن اللي إحنا فيه ده هي ظروف حالة حالتنا مش أبدا عيب حكومة بغض النظر عن أداء الحكومة أي حكومة وأي رئيس لكن في النهاية المكانش الأرقام اللي نقول عليها دي تبقى موجودة معنا موجودة وأولا بقول لكل مفكر وكل مثقف وكل سياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه أمان واستقرار مصر لازم يعرف أن عمر ما حيحصل ده إلا لما يبقى فيه أرقاب معتبرة تلبي حاجات ومطالب الناس هو النهاردة لو أنا بيخرج لسوء العمل 800-900 ألف كل سنة يا دكتورة هو أني فرص عمل دية اللي ممكن أي دولة تحقق لهم تشغيل حقيقي يعني تشغيل حقيقي يعني تشغيل بدخل مناسب مش كده مستدام ولائق زي ما حالك بتقولي حنعملوا بكام هي الفرصة عمل بكام ده فرصة العمل بتتروح من المئة ألف والمليون لو المئة ألف اضرب بقى في يعني مئة مليار عشان نعملهم تشغيل أو اضرب بقى تسعمائة مليار خلي مليون فمين هيقدر على ده وبالتالي تتحول كل مواطن وكل إنسان قعد في بيته إلى شعور بعدم الرحة وعدم السعادة وعدم الرضا أنتو فين؟ متسعبيننا ليه؟ صحيح أنتو مش متوفرون لنا مطالبنا ليه؟ صحيح أنت التعليم اللي عندكم مش جيد ليه؟ صحيح أنت ليه الطرق بتاعكم مش مكفيانة؟ صحيح المواصلات مش جيدة ليه؟ صحيح وأي قطاع من القطعات وأي قطاع من القطعات حيبا كده وبالتالي حتى لما الدكتورة تقول المستهدف المتوادق اللي هو يعني اللي بيأملوه أنه يبقى لا طبعا ده المستهدف الحقيقي لازم نبقى أنا مؤخز أقل من الواحد طب إزاي أنا معرفش أقل من الواحد بنا طي أجيب ولادي أرميهم في الدنيا ديعوا مني لا عارف أأكل ولا عارف أشرب ولا عارف أهتم ولا عارف حيشتغل إزاي بعد كده ونيجي بعد كده نبص لها بلدنا نمصها خمسين في المئة منه عشوائيات وبنبني على الأرض الزراعية عشان نسكن ولدنا معانا ونجوزهم ونأكل الأرض اللي بناكل منها أنا مش بكلم أنا واحد منكم وعمري أبدا ما أقول لكم غير والمناسبة هاتوا الكلام اللي أنا اتكلمت فيه في التراشح هتلاقوني اتكلمت في الموضوعات دي ما قلتش الناس بقى اللي قبل مننا كانوا مش شاطرين وإحنا شاطرين لها ما قلتش كده وزميلي بيقعدوا معايا في كل اللقاءات ولا يا دكتور مصطفى أهمر يا دكتور هل احنا اتكلمنا وقلتنا وإحنا عاديين أحسن من اللي قبل مننا لا طبعا لكن احنا بنحاول نجابه الظروفنا ومن ضمن المجابهة تقول طب ما انت ما كلمتش من خمس ست سنين في الموضوع أرد لكم يا طرح أنتم كنتوا جاهزين تسمعها في بوضعات ما بينفعش لترحها إلا في المنسبة يعني يعني في أولويات وفي مراحل للتعامل مع أزمتنا دلوقتي وجب التعامل مع الأزمة ديت والتعامل معها بشكل طموها ما يعني أنتم لو جيتوا تقول لكم أزود المرتب مثلا مثلا عشر تلاف جنيه ولا ألف جنيه هتقولوا لي إيه حتى العشر تلاف طب ما يعني إنما جيتوا في الحتة دي لا طبعا أنا عشماء وبأمل في الحكومة وفي الناس وبقول للناس والله والله أنتم بتحملوا نفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طائدها وبالتالي تصوروا وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم وتفضل المسلسل شغال خراب في خراب تاني بتكرر الكلام بتاع الثورات أيوة الناس عايزة تعيش طب نعيش إزاي علاقة اللي الدكتورة بتقوله بلا أنا بقوله هو أساس استقرار الدولة المصرية والحفاظ على أمنها وسلامته وإن الشعب ده المئة مليون يبقى في أمان وسلام إيه القضايا هي القضايا مش مش حرية الرأي بس ومش حرية التعبير بس ومش النظام السياسي بس لا 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 القضايا ديت هتحلوها إزاي لأن في الآخر كل اللي بيتعمل واي نظام بيتعمل في الدولة الهدف منه الوصول إلى إيجاد حلول للناس أنا مش عايز أكون مبالغ عشان ما تقولوش يعني اللي مزالته الحكومة خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا والله معتبر وعظيم وضخم جدا وغير متوقع أنا مش بتكلم علينا احنا غير متوقع علينا لا غير متوقع كل الناس بتقول إزاي أنتوا عملتوا كده وإزاي حتعملوا وليا حتعملوا لكن في النهاية مهما عملنا من غير ما نوظبط النقطة دي ونوظبطها ايه مش مش واحد ومص لا لا ده واحد يعني إزاي أنا ما عرفش لكن غير كده ما تجيبوش ما تلموش حد تاني ما تلموش حد تاني مش الدولة مش الحكومة لا شكرا